استاذ يحيا. ايوه. السلام عليكم. متفضل ايو استاذ يحيا. السلام عليكم. وعليكم السلام رحمة الله وبركاته. ايو استاذ زيحيا انا اطمع بس ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون لو اسمع. ايو انا فقال يمنحاضر عبدالحاضر. يقول الله في كتاب العزيز كل اعبادي الذين اصرفوا على انفسهم الله تقنطه من رحمة كله. طيب. انا انا خلينا انا عملت سنوب وطفت ورب ما اكرمني وماشي كويس وفنيت. وعليا دي اللي ناس في نيتي بيني من ربنا هسده. هل دي يكون سبب لربنا ما يستجبليش الدعاء. اجاوب على حضرتك حاضر. الشخص اللي هو عليه دين. والدين ده. هو مش قادر يسدده. ومتعسر. الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعه. الشخص اللي عليه ده بدل هو ناوي السداد. وهو عاقد العزم على ده. وناوي على ده. لا. لما يرفع ايدي للسماء ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له. ويستجيب له سبحانه وتعالى لانه كمان من اهل الانكسار. مودين ده يخلي الواحد نفسه منكسرة. فعشان كده الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم. بالعكس لو هو عليه دين ونويه وهو يسده وبيكتهد ان هو يسده. وربنا عالم منه الصدق ده. ده يكون سبب من اسباب ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عليه. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حقيق يستحمل العبد ان يرفع يديه ثم يردوهما سفرا خائبتين. فلأ الشخص ده يستجيب له. ربنا يستجيب له ويفتح عليه ان شاء الله. معنا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ انا كنت ورست مبلغ من المال. نعم. يعد النصاب بتاع الزكة. طيب. طيب. وبعدين حطيت وضيع في البنك المدة سنة. ام. طلعت الزكة بعد ملفة السنة على المبلغ كل. ام. وبعدين رحت اسحب المبلغ عشان خاطر اشتري شقة. ام. موظف البنك قال لي تقدري تاخدي تمانين في المية من المبلغ. وتسيب المبلغ تاخديه كامل بعد عشر سنة. ام. وبعدين اخدت فعلا تمانين في المية من المبلغ. وحاولت ان انا اشتري بهم الشقة ما معرفتش. ام. فرجعت تاني حطيتهم ام. وديعة في البنك. وبيجيبوا ارباح. بس المبلغ الاولاني دلوقتي بعد عشر سنين. ام. بسدد مبلغ شهري من فايدة الوديعة التانية. ام. للوديعة الاولانية عشان اخدها بعد عشر سنين. اي. دلوقتي انا طلع الزكة على المبلغ الاصلي. ولا على الوديعة التانية اللي انا عملتها. ولا على الفايدة اللي انا باخدها. طيب يا ستي. انت دلوقتي عندك دلوقتي لازم اسألك سؤال. انت دلوقتي عندك حاجة غير الودايع دي تصرفي منها ولا بتصرفي من الوديعة. انا ربنا يبارك في زوجي يعني هو بيصرف علي الحمد لله. فالفلوس دي ما بتصرفيش منها. لأ انا دلوقتي بصرف. بعد الغلل اللي احنا فيه كده بدأت تصرف منها. طيب خلاص. انت دلوقتي عندك وديعة محبوسة لان ان انت خدت منها 80% منها. وبعدين خدت 80% دي لما ما قدرتش تشتري الشقة حطتيها مرة تانية. تمام كده? فالوديعة الاولانية ما بتطلعش ريع اصلا. اللي هيطلع منه الريع بتاع الوديعة التانية. اللي هو 80% اللي انت خدتيه ومحطتيه بيهم وديعة. ده اللي هيطلع عليه 10% من الريع لان انت بتصرفي من الفلوس دي. لو انك انت ما بتصرفيش كنت طلعت 2.5%. لكن بما انك انت بتاخد من الفلوس دي وتصرفي عليها بعد ما الامر ده يبقى ده ده جائز وما فوش مشكلة. وعشان بالمناسبة. عشان انت ما سألتني السؤال وكان مهم بالنسبة لك. اللي هو السؤال بيقول ايه? بيقول هو ان انا خدت 80% ده حلال ولا مش حلال? حلال ان ده كان تمويل لشراء الشقة اللي انت كنت هتشتريها. طب والامر ده حصل جائز. يبقى المال اللي انت خدتيه ده مال حلال. فلما اودعتيه دوة ريح حلال عليك وما فوش اي مشكلة. وهي هتدفعي منه 10% من الريع اللي بيجي لك. تمام يا عمد الرحمن? يبقى احنا بندفع 10% من ده يبقى ندفع 10% من الريع فقط. نعم. عندنا اسئلة تانية? يبقى نرجع تاني. معانا الاستاذة فاتن. اتفضلي استاذ فاتن. ازاك يا سيدنا الشيخ? نعم او الفضل الحمد لله. اسأل حضرتك سؤالين بعد اذنك. اتفضلي. اول سؤال بالنسبة للظلم وحد خطف اعراض حزب. اه ده عقوبته ايه? والواحد ازاي يلجأ لربنا ويدعيب ايه عشان نسترد حقه? طيب. يبقى عندنا سؤالين. سؤالين في مسألة الظلم دي. السؤال الاولاني اه ايه عقوبة اللي بيخوط في عراض الناس. امر الثاني ان ايه ازاي استرد حقه لما حد يخوط في عرض. طيب السؤال الثاني بقى. ده دول سؤالين بس انا نجعلهم في سؤال واحد. سؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لقيام الليل. انا بحب قبل ما نام اعمل آآ آآ شفح والوطر بس قبلها بصلي وقتين لله. بس بصليهم على احدى واشهر اثنان. هذي اعتبر من ضمن قيام الليل ولا لازم انام وقوم شان تكتبلي بالاجر. احنا لو خلاص عكاوبة لحضرتك. سؤال اولاني اه ايه ايه اعقوبة الشخص اللي بيخوط في الاعراض. اللي بيخوط في الاعراض لازم نعرف كده. الشخص اللي بيقضي في الناس. آآ على فكرة القذف ده لازم ننبه الى حاجة ان مسألة رمي المحصنات. المحصنات يعني العفيفات. رمي المحصنات لازم نعرف ان رمي المحصنات ده مش لازم عشان رمي المحصنات ده يبقى عليه عقوبة لما نروح للقاضي ونرفع آآ ونرفع آآ ونرفع عضية سب وقذ. سيدي انت حتى لو ان الشخص قذف وما ترفعش امره للقاضي فهو ملعون. الخوط في اعراض الناس يستوجب الانسان ترضي الانسان من الرحمة. ويبقى الانسان ده مرتكب كبيرة. فالخوط في اعراض الناس دي من الكبائر. وصاحبها يكونوا ملعونا. فليتق الله سبحانه وتعالى في نفسه. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ببساطة. جاب اتنين كانوا صايمين. ستين كانوا صايمين. فإن اللي حاصل? ده كانوا بس بيكلموا عن الناس. ما كانوش وصلوا. ممكن ما يكونوش وصلوا للخوض في الاعراض. حضرة النبي جابهم كده. وقال لهم تقيأة. اعزكم الله. فتقيأة لحم نتنا. لحم نتنا. فحضرة النبي قال. هتاني صامت يا عم احل الله. وافترط على ما حرم الله. فعشان كده. لازم كل واحد فينا يتق الله في عرض اخي. وما يلوش دعوة بعرض اخي خالص. يتق الله سبحانه وتعالى. وحتى هو لو شاف حاجة حرام. لما يطلب للشهادة يبقى يروح يشهد عند القاضي. لكن هو ما شافش حاجة. وما عرفش حاجة. ويخوت في اعراض الناس عشان فلان قال له كلمة. او فلان عمل معاه موقف. فيدخل نفسه. ويعرض نفسه للنار. ويعرض نفسه لسخط الله. وغضب الله. يا جماعة. وقفوا شويتين تلاتة الكلام اللي بيحصل ده. على السوشيال ميديا. نتق الله. هو اللي حصل. في الايام اللي فاتت دي. مش عشان الناس يتكلموا في اعراض بعض. وخاضوا في اعراض بعض. اتقوا الله سبحانه وتعالى. واللي بيعمل كده يعرف انه يقترف الكبائر. والصلوات بتخفر فيها الصغائر. الكبائر دي تخلي صعبها في المشيئة. فيتق الله سبحانه وتعالى. وكفاية ان هو يستحق اللعن. الامر التاني السؤال التاني. ازاي نتخلص من ده. اي حد. حد يخطف عرضه. يطلب حقه. بان هو الشخص اللي خطف عرضه ده يرفع عليه قضية سبي وقسف. من حقه ده. انما لو تصدق. لو تصدق بعرضه هيكون ليه السواب العظيم بقى. يكون ليه السواب العظيم. يبقى انا بقول ايه. اذا فلان ده ما تضررش. في بيئته. ولا في اسرته. ولا في حياته. وعنده ما يستطيع به ان يدفع هذا الظلم عن نفسه يعمله. لكن لو هو قادر انه يتجاوز ده. هيكون دوات اعظم. لان دوات هيخليه من الصابرين ليصبروا على بلاء الناس. اما مسألة قيام الليل. نعم سيكون ده من قيام الليل ان شاء الله. عندنا مين؟ اشتركوا في القناة.